عايزك تبقى متأكد عزيزي المشاهد إن الله يقدر ألمك هو لا يستهتر الألم اللي تعرضت لي الزوجة والظلم والإهانة والترك أو الزوج اللي تعرض لعدم الإحترام وخلافه الله يقدر هذا بس أنت خليك يعني زكي أني أنت تتأذي نفسيا وغير القلق والاكتئاب فيه متاعب جسدية ومتاعب روحية يكفي أن حياتك روحية تعطل لأن من لا يحب يبقى في الموت طيب خليك جدع أو بالمصري نقول خليك ناصح مش باللغة الأخرى خليك زكي أن ده مصلحتك أنت الله مقدر أيها مقدر هيطبطب عليك ويشفي جروحك بس أنت لازم تقوله خد قرار أنا خدت قرار أنا عارف نفسي ما أقدرش أنا عارف نفسي مش هقدر لكن عارف أن فسيب الله يعمل المعجزة لإلا لو ما تحلتش المرارة مهما حاولنا أن يتفاهم لا فائدة الله لما فتح يعني يمكن أن أنت بتسمع البرنامج النهاردة عزيزي المشاهد أو المشاهدة تفتكر موضوع وجعك جدا طب ربنا بيفكرك عشان ينكد عليك لا هو عايز يشفي خد قرار دلوقتي أن أنت تاخد دعمة من ربنا في الغفران وخد قرار أنه مش هتتشطر وتعمل بيت مسيحي إلا لما تدخل في علاقة شخصية قل له امتلك حياتي في هذا اليوم وهذه الساعة الله يفتح أزانه ويقبلك اليوم إن سمعتم صوته لا تقصف كله اشتركوا في القناة